بعدين كده ناياكس مصر خلص حلو بوحشو الفرحان فرحان من جمهور الزمالي كل زعلان زعلان من جمهور النادي الاهلي مبارادي بشكل عام انتو شفتها ازاي شفت مين كان ليه الافضل لا طبعا اما الافضلية واضحة يعني الناس ما كانتش كانت مفاجأة بالأداء يعني كانت مفاجأة مفاجأة بالنسبة لجمهور الاهلي يعني الامور الاهلي ما يتوقع انه يصل حال الفريق بالصورة اللي وصل لها بسبب جملة الاخطاء اللي ارتكبت في اول نص ساعة صحية الاخطاء دي هي اللي منحت الافضلية لنادي الزمالك في السيطرة عن البراء وخطف هدف في الديها ستة وهدف في الديها ثلاثين اخطاء طبعا يعني ممكن تفسرها بالتوتر زائد عن اللزوم مع انه الفريق وصل من الخبرات انه هو انتزع بطلتين من دورة طرق افريقيا والصوبر ولعب مع فرقة كبيرة جدا عن مستوى الاندكس العالم غيره من يخلق ما كانش باللي انت شايفه ده يعني بحالة الارتباك حالة الارتباك رغم من بعض يحاول يفسرها بمسألة الاجهاد والكلام الكبير اللي احنا بنسمعه انا شايف موضوع اخطر من كده الموضوع في حالة عدم تركيز وحالة يعني مش قادر يفسرها معرفشان هي حالة نفسية ولا مثلا نقولك تغيير الجهاز ده بالعكس ده لما تغير الجهاز حتى لو حصل بيبقى فيه دوافع مختلفة لو غير حتى الجهاز حتى الجهاز ده ما جايه مش عارف يغير يبدل يعني مش عارف فيها من حاجة ده بالعكس انا شايف ان الراجل اللي جاي ده الظلم وربما يكون انطفق مقبل ان يبدأ اه انطفق مقبل ان يبدأ حرام اه بجمانة جديدة انطفق نعم خباس مبارئات منهم اكبر ثلاث مبارئات اه طبعا هم حظوا جايه في المسي جمهور الاهلي مزعلان على خسارة البطولة اه يعني اه يعني فيه زعل اه ده كان مزعلان على الشكل على الاداء الفاني اه الفريق رجع في الشوت التاني اه لكن الرجوع ما كانش بحلول اه حتى لما احرصت الهدف في اول عشر دقايق باقي تراجع الزمالك وساعدك وتغييرات فريرا ساعدتك انك انت تدخل في المتش صح لكن افضل لعب في الشوت التاني هو للسلمان افضل لعب في الاداء في الشوت التاني روح روح الاهلي لكن الباقي بامانة جديدة كان يؤدي في الملعب كما يؤدي كانوا اي فريق عادل صح لكن يعني المشهد ازا ما لك استحق الفوز استحق الفوز بجدارة المباراة فيها مشاهد كويسة فيها الغالبية فيها مشاهد كويسة وفيها بعض المشاهد الغير مقبلة طيب اشتركوا في القناة